ضبابية في المشهد السياسي الأمريكي بعد عزل كيفين مكارثي الذي خلف انقسامات ومشاكل خطيرة في مجلس النواب ماذا بعد عزل مكارثي؟ انتكاسات محتملة قد يقع فيها المجلس في حال عدم تحديد رئيس جديد الثلاثاء المقبل وهي الفترة التي يراها مراقبون قصيرة جدا فانتخاب مكارثي يحتاج 15 جولة من التصويت هذه السابقة البرلمانية ستكون لها تداعيات صعبة على خطط الحزبين الديمقراطي وحتى الجمهوري الذي يعاني انقسامات وتصدعات خطيرة في صفوفه وفق مراقبين ترك مجلس النواب معطلا حتى انتخاب رئيس له سيعرقل بنودا كثيرة على جدول أعمال البيت الأبيض من تمويل المرافق الحكومية إلى إقرار المشاريع الاقتصادية وصولا إلى تمويل الحرب في أوكرانيا كما أن مشكلة سقف الدين ومسألة الإغلاق الحكومي يمكن أن تتأزم أكثر وسط الغموض الذي يخيم حول الشخصية التي ستخلف مكارثي مؤسسات البلاد والسياسة الخارجية لإدارة بايدن ستكون أيضا على المحاك فالفراغ الدستوري الحاصل من شأنه أن يهز صورة الولايات المتحدة كدولة عظمى لا تساعد كبير مكارثي اشتركوا في القناة